اللي كان أهم هذه الأخبار طبعا الجلسات اللي كانت موجودة في منتدى شباب العالم مبارح مبارح سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي شارك مبارح في جلسة مهمة جدا بتتكلم عن التجارب تنموية في مواجهة الفقر وازاي مصر خلال الفترة اللي فاتت بتواجه الفقر بكل ما اتيت من قوة وقال إن حياة كريمة هي نموذج ملهم لأفكار شباب مصر وأكد على إن الفقر موجود في بلادنا يعني سيدة الرئيس ما قالش إن الفقر مش موجود لا الفقر موجود في بلادنا وموجود في بلاد تانية كتير الفقر بيدخل البلاد في متاهات يصعب الخروج منها عشان كده حجم الإنفاق اللي قام بيه الدولة من أجل الخروج من متاهة الفقر بلغ أكتر من 6 تريليون جنيه يعني حوالي 400 مليار دولار خلال 7 سنين اللي فاتوا دول حجم الإنفاق اللي تم إنفاقه عشان نحاول نخرج من متاهة الفقر اللي بنتكلم عليها أكتر من 6 تريليون أكتر من 6 تريليون جنيه يعني كم حوالي 400 مليار دولار 400 مليار دولار عايز أقول لكم على حاجة كنا لسه بنتكلم مع الشركات اللي اشتغلت خلال 7 سنين اللي فاتوا دول مع قطاع واحد مع قطاع واحد عدد الشركات 4500 والحجم الأموال اللي تقادتها أو التعاقدات كانت بتريليون ومئة مليار تريليون ومئة مليار أنا بقول الكلام ده لكم هنا وإحنا بنتكلم على الجائحة وأثارها السلبية على العالم كله كان العالم بيحتفل قبل الجائحة بإنه هو خرج مليار من الفقر والجائحة جت كان الهدف كله دلوقتي إن إحنا نحافظ على إن المليار اللي خرجوا من الفقر نقدر نحافظ عليهم ما يرجعوش تاني شكرا